أعتقد أن ما اتفق عليه في هذه الجولة هي نفس الأخطاء التي ارتكبها الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر في اليمن الذي هندسه وشرعنا لاتفاق السلمي والشراكة وأبعد الشعب اليمني والحكومة اليمنية عن استحقاقات ومخرجات الحوار الوطني وتحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع نحن عندما نتكلم مثلا ما تكلم عنه ولد الشيخ تحدث عن اتفاق عن لجنة يسمىها لجنة الاتصال والتهدئة هذه اللجان عادة ما تنشأ عندما يكون حرب بين دولتين على حدود دولتين متحاربتين نحن ما يريده اليمنيون هو إنهاء الحرب هو إنهاء الانقلاب عن الشرعية في اليمن لجنة التهدئة هذه ليست بعيدة عن لجنة اتفاقية السلم والشراكة في اليمن التي شرعنت للحوثين الانقلاب على الشرعية وعلى السلطة في اليمن في اعتقادي نحن نبعد بعيدا عن الحوار نبعد بعيدا عن إيجاد السلم في اليمن نبعد بعيدا عن أعمال وطموحة الشعب اليمني بكل هذه الملفات الجانبية التي ليس لها علاقة لا بالسلم ولا بتنفيذ القرار الأممي ولا بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنية في وجهة نظري في رأيه الأمم المتحدة أخطأت عندما دخلت عندما جمعت مليشية انقلابية ليست مرشحة ولا منتخبة من قبل الشعب اليمني مليشية انقلابية انقلبت على الشرعية الدولية وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي نحن الوضع يختلف تماما في اليمن عن ما في سوريا في سوريا هناك على سبيل المثال يعني في هذه النقطة في سوريا هناك ثورة نعم في اختلاف ونتحدث في هذا لكن هذا ما أريد أن أقوله هنا التناول طريقة التناول والحديث عن اتفاق على آليات ألا يفترض أن الأمم المتحدة هي التي تضع هذه الآليات وتفرضها على الأطراف أما أن تجمع الأطراف وتطلب من الطرف الحوثي أن يقترح آلية ويوافقها آلية يعني أنت تقول طريقة التناول فيها في الأساس خطأ طبعا إذا كان مثلا أساس مثلا الاجتماع في جنيفة كان على تطبيق قرار مجلس الأمن وقرار الشرعية الدولية 216 كان من الأفضل الأول أن تنشئ الأمم المتحدة آلية لتنفيذ القرار الذي أتفق عليه يعني المناقشة كلها والمفاوضات كان أساسها هو تنفيذ قرار الشرعية الدولية فلماذا لم تنشئ الأمم المتحدة والمتفاوضين لجنة للإخراف على تنفيذ هذا القرار لماذا بعدنا عن يعني إذا تكلمنا على لجنة الاتصال والتهديئة يعني سيكون هدفها ماذا؟ تثبيت هناك من أجل أن نوقف الحرب هناك سيكون هدفها لو سمحك سيد القعطبي سيد القعطبي هذه اللجنة كما قال بالأمس وزير الخارجية اليمني مهمتها التأكد من تثبيت وقف إطلاق النار هذه نقطة مهمة من أجل إثبات حسن النواية أليس كذلك؟ لكن كما قلت المشكلة هنا ليس توقيف إطلاق النار المشكلة لدينا هنا إيقاف مليشيات الحوثية الإنقلابية مع مليشيات صالح ضد الشرعية في اليمن إيقاف الحرب أما نتكلم على إطلاق النار هذا يعني إبقاء الحوثيين كما هم عليه وإبقاء الشرعية كما هي عليه والحرب مستمر فقط نبحث عن إيقاف الحرب هناك مدن محاصرة كتعز لا يصلها لا الماء ولا القذاء الشعب اليمني يكتل في كل المحافظة اليمنية هناك مليشيات تحارب كل من يقف أمامها تخالف القانون الدولي الإنساني تخالف الشرعية الدولية ترتكب جرائم ضد الإنسانية